كابتا يا ميلا عايز يستغلي بقى ان انت معي النهاردة واسألك تحديدا عن طارق حامد رأيك في اللي بيحصل من طارق حامد مع طارق حامد حكاية طارق حامد انت اشتغلت مع طارق حامد عارف طارق حامد كويس المشكلة فين بصة كريم انا يعني طارق انا تعملت معي ثلاث سنين في نات الزمالك كلعيب وانا كمدرق طارق من اللعيبة انا بحب طارق عمتا اللي هو شخصية يعتمد عليها يعرف شين مسئولية الامور اللي وصلت للاخر دي انا معرفش اي السبب فيها لكن اللي انا عايز اقوله النهاردة مش لعيب لعب النهاردة مطشين ولعيب بقى له سبع سنين بيموت نفسه يبقى نفس الحساب او نفس الرصيد طارق عنده رصيد عنده رصيد كبير اوي ويمكن انا افتكل يا كريم موقف في نهاية كونفو درية طارق كان عنده مشكلة وكان بينزف طبعا اما غير الشرطة مرتين انت فاهمني؟ عايز اقولك هو ايه فره يعني راجل الدكتور يقوله بيعمله خياطة وبتاعه مش عايز وعيز فهو عنده الحاجات دي عنده حاجات في شخصيته كلعيب قائد وراجل خدم ناتذ ملك بسبع سنين فيه ظروف حلوة وظروف وحشة وظروف كذا اللي زي ده لو عنده مشكلة اجا طبطب عليه واتكلم واشوف الخلل فيه لكن انا حزعل جدا لو هو مش من الزملك انا حزعل جدا اللي طارق عنده كمان برا الملعب حاجات كتيرة انا فوجة نظري كابتن فرقة مش بالشارع طارق من نوعية اللي قبل كل ماتشاة او قبل تمرينة عنده جدية والجدية دي بتنطبق على زميله في التمرين او في الماتشاة تنعكس عليها بالزلط فانا طارق غلطان طارق مش غلطان طارق اثر اي حاجة لازم الموضوع يتلم لازم الموضوع يتلم وفي نفس الوقت اللي طارق لازم يفكر في نقطة كريم اللي طارق لو مشكلة لعبت الكرة كريم في مصر اللي بعد ما ببطل انا مش عارف انا راح فيه فبيجيله في السنين الاخيرة في وقته في الملعب حالة من الاي من الخوف والقلق بالزبط فانت محتاج تطمنه تطمنه وفي نفس الوقت اللي هو لازم يفكر انا بعد ما ببطل سهل جدا انت تبقى كادر ليه؟ عندك شخصية كلادية ممكن تبقى حاجات ممكن تبقى كادر محبوب عندك تاريخ كويس فهي قصة كلها فيها لعبكة لكن اللي انا اتمنى اللي انا شفته لا طارق بصراحة لا احسن من الناس كتير في تعاملات جوه الملعب وبره الملعب وراجل وعنده انا بالنسبة لي عنده راسيك كبير جدا فانتمنى اللي يبقى ليه حل الموضوع لكن انا ضد يعني مش عايز طارق امشي بالزمج مش عايز امشي بالزمج طيب ده طارق حامد صغرق حامد ちوء شكرا